ها هو الاكيان الصيوني يخضع لارادة الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجونه بعد 41 يوما من بدء الاضراب الذي سمي بالحرية والكرامة والذي خضه الاسرى بامعاين خاوية اقتصرت على تناول الماء والملح فقط وبحسب مصادر فلسطينية ان الاسرى الفلسطينيون وافقوا على تعليق اضرابهم بعد خضوع العدو الصيوني الذي اضطر مسؤوليه الى التفاوض مع الداعي الى الاضراب الاسير مروان البرغوثي لمدة 20 ساعة متواصلة في سجن عسقلان وبحسب الاتفاق وافق الاسرى على تعليق الاضراب بعد انجاز مطالب فورية وتجيل بحث باقي المطالب ليتم العودة الى التفاوض بشأنها في اسرع وقت ومن ضمن المطالب الفورية هي اعادة الزيارة الثانية للاسرى والسماح بتركيب هاتف عمومي في اقسام الاطفال والنساء ولاحقا في باقي الاقسام فيما تمحور طلب حول السماح بزيارة الاحفاد وتخفيف القيود والمنع الامني عن ابناء عائلات الاسرى ويشمل الاتفاق ايضا ادخال طباء من الخارج بشكل دوري للاسرى المرضى داخل السجون وسمحوا بزيادة المبلغ من الوزارة للاسرى وتحويل مشفى الرملة ونقله الى القسم القديم في سجن الرملة والذي يضم عدة غرف بالاضافة الى الفورة اشتركوا في القناة